تعالوا نروح بقى بعيد سافر الهند شو معنى الهند؟ لان في مفاجأة بتحصل في الهند مفاجأة العالم كله واقف بقاله 48 ساعة عايز يفهم ايه اللي بيحصل فيما يتعلق بيه الامح الهندي تحديدا الهند من اكثر دول العالم انتاجا للامح والهند في شهر الثلاثة اللي فات بعد الحرب الروسية الاوكرانية رئيس الوزراء الهندي الهندي مريند رامودي طلع بتصريح ان الهند مستعدة ان هي تطعم بالضبط تطعم العالم من الامح الهندي من انتاجها من الامح اللي حصل بعد التصريح ده مفيش باسبوعين ثلاثة في نص مارس او اخر مارس تقريبا فجأة ضرب الهند موجة حارة موجة شديدة الحرارة الموجة شديدة الحرارة دي قدت الى نقص في المحصول وتضرر للمحصول زي ما بتقول كده بلومبرج في تقريرها من ساعات اللي حصل بعد ازمة مارس دي ان الهند قررت في مايو ان هي تحط قيود على صادرات الامح الهندي واحنا عرفنا ده وتابعناه مع حضراتكم وقتها ولكن الجديد بقى الجديد اللي اعلنته الهند واعلنته او اعلنه تقرير لمؤسسة الغذاء الهندية ان الهند هتقرر ان هي او بالفعل بتدرس ان هي تستورد امح من الخارج لاطعام مئات الملايين من الشعب الهندي ده نتيجة لان مخزون الامح في الهند وصل لادنى مستوياته من 14 سنة تخيلوا حضراتكم منصوب او مقدار لاحتياطي من الامح في الهند انخفض لادنى مستوياته من 14 سنة في نفس الوقت حصل تضخم زيادة في الطلب زيادة في الطلب من الشعب الناس هناك عايزة تاكل لان الامح هو المحصول يكاد يكون الرئيسي لانه بتصنع منه كل المأكلات او معظم المأكلات الهندية بما فيها النانو الشبعاتي وغيرها وغيرها يعني فده هو عمود الاكل في الهند بنسبة لمئات الملايين من البشر تعداد الهند فحصل عجز حصل زيادة في سعر الامح الهندي 12% 12% زيادة في سعر الامح ده نتيجة نقص المحصول بسبب الحرارة اللي حصلت ونتيجة للموجة اللي حصلت دي وقلة المحصول وزيادة الطلب بالتالي فارتفعت الاسعار او تدخم بنسبة حوالي 12% فالعالم كله بيترقب دلوقتي يا ترى الهند هتضبر احتياجاتها منين لدرجة نوم بدأوا النهاردة يقللوا الضريبة اللي كانت مفروضة على المطاحن الهندية اللي تستورد من الخارج كانوا عاملين فيها عامللوا عاملون لهم ضريبة او ما شابه يعني نسبة 40% ضريبة 40% فالحكومة الهندية هتخفض او تلغي نسبة 40% عشان تسمح للمطاحن الهندية ان هي تستورد الامح من الخارج عشان تطحنه وتقدر ان هي توزعه على الشعب الهند مئات الملايين من البشر فمازالت ازمة الغذاء واضح انها متواصلة وبتتعمق ده وصلت حتى للدول اللي كان عندها اكتفاء وبتصدر اصبحت الان في حالة عوز شديد وفي حالة فقر او نقص احتياطات استراتيجية من الامح